اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرياضة في المغرب ده تدخل ضمن الهوية الجماعية دي المغاربة هاد الحب دي الجماهير للنص والحب دي الجماهير تشجي والحب دي الجماهير دي الأبطال دي الهاو واللي كتعزز دائما بالوصول دي الأبطال دي المغاربة من سات التتويج نتكلم اليوم على العاب القيوة بشكل خاص ولكن هاد شرك يسري على جميع الرياضات هاد النجاح دي الجمعية عدنا بفضل الله تعالى والتعاون ديال بزاف ديال الشركاء خلا بأننا نجي من المرتبة اللي كانت عدنا في الموسم الرياضي 2017-2018 كنا في المرتبة 165 طلعنا المرتبة 109 موسم ديال 18-12 واليوم احنا ياه في المرتبة 22 في الموسم الرياضي ديال 2022 ومزا من تهش الموسم الرياضي وهذا كيدل لأنه النادي متواجد في كل الملتقيات الوطنية والجهوية والمحلية وأن الأبطال دي النادي قد رؤوا لأنهم اطلعوا البوديوم وعندما تكلم عن اطلع البوديوم طبيعة الحال هذا رأى نتيجة عمل جماعي هذا الجماع عمل جماعي فيما هو موضوعي ما هو داتي أول شيء أن النادي يحترم ضوابط القانونية المتناغمة مع قانون الرياضات 3090 وكذلك النصوص تنظيمية تعهو كيعقد الجمهة العامة تعهو بانتظام وعنده حساب بنكي وعنده التواصل بشكل عادي وطبيعي وشفاف لمنحيط الميزانية دياله لمنحيط تدبير دياله لمنحيط العلاقة تعهو مع الشركات بس هذا الثاني النادي كي تطفر عدنا على أطر تقنية مشهود لها بالكفاءة ونقران الدات وكتعشقت كوين وكتحب لأنها تشوف الأبطال عدنا ناس اللي هما أساتذة في التربية البدنية عدنا ناس اللي هما أبطال دولين سابقين عدنا عداءين وطنين عدنا ناس اللي هما مضطفين في شبور رياضة وبالتالي هاد الزخم هذا المتنوع في الأطر التقنية مع المكتب المسير اللي هو كي يصن الأمور مكتب المسير اللي هو كي يهم المصلحة العليا ديالنا دي كتر من أي مصلحة أخرى مكتب المسير اللي فيه ناس بعقلهم وناس لأباء وأولياء هذا الأبطال هادو وكذلك المحب الرياضة اللي هما كيساعدوا على أنه تمشي القاطرة بشكل إيجابي المسألة الأخرى هو أنه النادي عندنا عنده واحد الحقل واحد بيبينير دي الأبطال في جميع الفئات ما تذكره الإنس عندنا الصغار والصغيرات الفتيات والفيتيان عندنا الشباب والشابات وكلهم حاصلين على رخص من الجامعة المالكة يلعب القوى بمشكل نظامي كتسمى للصنص باش أنهم يلعبوا العدد ديالهم يتجوز 320 عداء وعداء من جميع الأصناف اللي قلت لكم وبالتالي خل بأن الشركاء تعنا لا الشركاء العموميين والشركاء الخاصين كيكونوا مساندين لنا الشركاء العمومي عندنا الجهة على مستوى الجهة السوسماسة عندنا عملات إنسقان اللي عندنا المجلس الجامعي الإنسقان اللي كان حسوه وكان نشعره بأنهم كيحبوا يقدموا الدعم لهذا النادي هذا لأنه بين بأنه نادي جاد ونادي عنده المصداقية والنادي عنده الوضوح في الأهداف وأنه يعشقوا أن يمثل المنطقة المدينة والجهة تعهو أحسن تمثيل كذلك عندنا الدعمين من القطع الخاص سواء من الشركات التجارية أو من شركاء التجارين أو العادين اللي ما كيبخروش على النادي بأي حاجة يقدروا على أنهم يرسلوها لي باش أنه يمشي مزيان هاد شركاء هادو كينضاف لهم شركات لدارها النادي مع مجموعة من الجمعيات النوادي اللي عندها الصيد تعاول اللي عندها الدور تعاول لعلى مستوى الجهوي ومحلي وكذلك على مستوى الوطني نذكروا مثلا جمعيات بنشتوي لحراس المرمى التفاقية مع كذلك اتحاد بنسرقاو لكرة القدم اتفاق مع اتفاقية الشركة مع نادي سويسري لكرة السلة اتفاقية مع الجمعيات المغربية لجيتسكي واتفاقية كذلك مع نادي أقاديل درجات الجبلية ومن سوش بأنه النادي تعلمون فتح كذلك على الجمعيات اللي عندها العطاء على مستوى الجنوب وكيام بينهتهم جمعيات شباب الصقير حمراء لألعاب القوى بالعيون هذا شي كله خلى بأنه النادي كيمشي بوحد نفس جديد في الدفع العطاء بالتالي هذا النفس هذا هو متجدد وهو متراكم ومتشابك وهو كينم لأنه الرياضة لا يمكن فيها النجاح أن يكون للفرض وإنما بعمل جماعة جمعيات اللعب القوى اتحاد فتحينزقام بمناسبة يمؤسسة منذ سنة 1992 بمعنى أن هذا خلاف قربتكم من العقب الثالث الأهداف ديالها والتصور ديالها وكيفاش كتشوف هي ألعاب القوى جهويا ووطنيا طبيعة الحالية كتنطلق من الإيمان ديالها بالدور ديال الأم الرياضة عندما نتحدث على ألعاب القوى فأنا نتحدث على رياضة كتنشأ بنشأة الإنسان الجانين في كرشمو الحركات اللولة دياله رأي فاش كتتحرك رأي حركات كتدخل في ضمنها القواعد لمؤسسة الألعاب القوى رأي الإنسان هو كعيش حياته كلها كيوصي الطبيب بتاعه باش أنه يكون جسم سليم لأنه يكون كيديا اللامارش كيديا شوية ديال رياضة شوية ديالجرة يكون ديالشوية ديالحركات لتخلي الدورة دمويته تمشي بشكل مزيان بمعنى أن رياضة ألعاب القوى كتكون معنى من المهد يعني إلى أن كيكون السن المتقدم وحنا كنشوفوه بأن الطباء ديالقلب كينصحوه الناس المتقدم في السن بأنهم يحاولوا يديروا شي شوية ديالالامارش اللي كتدخل هي من صميم رياضة الألعاب القوى من أس الأساسي ديالالعاب القوى وهو الحركة عن طريق المشي عندما تحدث عن الألعاب القوى فهي كتساهم في 200 ديالالروح وكتخلق واحدة نعمل ما يحببوا التعاون ما بين الناس اللي كيمرسوا هذا الرياضة هدي وكتخلينا بأنه تولي الأخلاق تعنا الحميدة هي الأساس في المرسطة تعنا لا الرياضية ولا العادية وكتخلي بأنه الجسم السليم في العقل السليم والعقل السليم في الجسم السليم هي شي في الألعاب القوى يعني كيدخل ضمن المبادئ التابتة لكتصحب هذ هذ النوع في الرياضة هذي لا نخاف على الألعاب القوى لأسباب عديدة أول حاجة المغرب مشهور ومعروف بأنه ألعاب القوى إنما هي من رياضات للمغاربة كينا فيهم دوفيس يعني كينا فيهم تبارك الله العدائين تعنا لف الألعاب القوى وإنما في عدو الريفي وإنما في السباقات على الطريق قادروا إلى أنهم يصلوا العالمية وإنما يشهدوا به وما نقدروا أننا نحصي الأسماء دي لهم على مستوى جامعة الملكية لعب القوى كينا مجموعة من السباقات وهي معروفة ما بشكل منتظيم كينا لدينا العدو الريفي ما بين المناطق لكي يشمل عصبات مراكش تنسيف كيشمل عصبات قلمي موادنون كيشمل عصبات العيون الساقي الحمراء وكيشمل عصبات سوسمسة درعاء مع العلم لأنه في تقسيم الجديد الجهات أن درعاء ما بقاتش باقي سباقات جهات سوسمسة وهنا يجب العمل على تحين هذه الحدود الجغرافية لالعب القوى لتكون منسجمة مع القانون دي الجهات وتبقى بأن عصبات سوسمسة هي بحدة وضرعات التحقب الجهة اللي هي كينا معها كينا عدنا العدو الريفي الفيدرالي كينا عدنا الملتاقة بين المناطق اللي كي يكون بالملاعب أي حلبات المضمار كينا عدنا الملتاقة كذلك الوطني كينا البطولة الوطنية لالعب القوى وكينا كأس الناشئين وكينا كأس العرش هذو كلهم الملتقيات اللي هما منضمن على مستوى الجامعة الملكية المغربية لالعب القوى ولكن احنا على مستوى هنا المنطقة تعنا والمستوى تعنا الدور تعنا في المنطقة دي الجهات سوسمسة نسعى أن نجعل من ألعب القوى بأنها رياضة الجميع ونسعى أن نجعل من هذا الرياضة بمثبت قاطرة تخلي بأن باقي الرياضات وباقي الشركات تعنا في الرياضات الأخرين يعتبروا بأنه كل كل الممارسة الرياضية كيف ما بها تكون إلا أنه ألعب القوى هي شريكة مع جميع رياضات الأخرين كل شيء رياضة كيف ما كانت إلا أنه ألعب القوى هي عمود أساسي في نجاح هذاك البطل ونجاح هذاك النادي في أنه يصل لأنه يكون عنده أبطال متميزين في هذا النوع إلا كان عنده حسن تعامل وتقنيات الألعاب القوى ضمن التكوين نسعى إلى تأطير هذا الممارسة للألعاب القوى لمستوى قلنا المحلي والجهوي وليما لها كذلك الوطني نسعى المشاركة في جميع المنافسة الترسمية والودية المحلية والوطنية والإقليمية ولما لا أننا كنوا عندنا أرقام لدخلنا ندفعوه بالأبناء والأبطال دي النادي تعنا يمشوا العالمية ما عندنا شتشي عقدة من أننا نفوتوا الحدود الجغرافية نشاركوا ونعطوا الإيمان تعنا بالقدرات تعنا بأننا نكونوا كنمتلون النادي تعنا أحسن تمثيل نساهموا في إحداث جمعيات رياضية متخصصة في المناطق القريبة مننا خلق شركات نوعية متميزة نربطوا علاقات مع المشجعين المحبين دي الهضرية دي باش يكونوا بمثبت هما العشق والصفراء أينما كانوا من أجل البحث على الكفاءات اللي يمكن لها لأنها تخضع المسألة دي الاختبار الأولي وتخضع المسألة دي التدريب ودي التسكوين باش أنها تكون في المستوى دي التمثيل دي النادي نتعون نخلقوا تسكوينات فيما يتعلق التواصل نخلقوا تسكوينات فيما يتعلق التعريف هذا الرياضة هذه والدفع دي خلق صحافة متخصصة رياضية لتتبع هذا النوع في الرياضة وهذا الأبطال وهذا الملتقية لهذا ليكون بمثبت حافز نفسي ويكون بمثبت قوة الدفع للأبطال تعنا من أجل أننا نخلقه من ألعاب القوى ليس فقط أم الرياضات وإنما محور كل الرياضات كل الرياضات اللي هي كي نفض الوطن تعنا اللي كان نحبه وكان نبغيه ونبغيه نمتلوه ونبغيه نخلقه الأبطال تعنا بتجيع تعنا والاعتزاز تعنا وفتخر تعنا بهم قادرين لأنهم يحقوا إنجازات تخلي الرياضة المغرب ترفرف عاليا في جميع الملتقيات الوطنية والدولية وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على أبطال تعنا بشيء البعيد إن شاء الله مع الصحافة ومع التتبع للناس المحببات نقدرون نوصلوا لهذه الأهداف